ترجمة نانسي قنقر وانثمار الإصغاء الحكومي لحاجة المواطن للمراكز الاجتماعية يأتي ذلك متمثلا بمركز المحرق الاجتماعي في تقديمه أرقى الخدمات في مجالات التدريب والرعاية الاجتماعية والتأهيلية للمواطنين في خدمات متكاملة ورعاية مميزة لدعم الأسر البحرينية لتمكينها اقتصاديا واجتماعيا ومساعدتهم على الاندماج بصورة أكثر فاعلية عبر ما تحتويه المراكز الاجتماعية من أنشطة وبرامج رعاية متنوعة بحسب التوجيهات من القيادة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء بأن يتم تعزيز الخدمات في كافة مناطق البحرين كافة القرى والمدن في البحرين المركز اللي نفتح اليوم هو المركز الثاني في مدينة المحرق يخدم منطقة البسيتيين وبعض القرى مثل السماهيج وعراج يقدم كل الخدمات اللي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يقدم التدريب يقدم الارشاد الاسري يقدم المساعدات الاجتماعية يقدم كل الخدمات اللي تقدمها الوزارة سواء من ناحية استشارية أو من ناحية تقديم الخدمات والمعونات والمساعدات اللي توفرها المملكة لمواطنيها اليوم هذا المركز موجود ومجهز بالكامل لاستقبال المواطنين وتقديم كافة الخدمات في منطقة سكنهم يقدم المركز كافة الخدمات التنموية والتأهيلية للمواطنين والتي من أهمها الأنشطة والبرامج الاجتماعية والتوعوية وخدمات المساعدات الاجتماعية والإرشاد الأسري بالإضافة إلى تنوع المرافق التأهيلية والتدريبية المهيئة خصيصا لتوفير البيئة المناسبة لتنمية المهارات والقدرات لدى الأسر كما أن المركز سيكون مجهزا لاستقبال المواطنين من فئة ذو الإعاقة وكبار السن نحن أهالي المطري سيفيدون من هذه البرامج خاصة أننا شاهدنا المدرسات على كوادر مؤهلة ونشوفهم قايمين بواجبهم على أكمل وجه من خلال استطلاعنا لآراء المتدربات اللي معهم والحمد لله الدولة قاعدة تصرف ونشوف أدوات متوفرة إن كان في الطابق إن كان في صالونات النسائية إن كان في الأطفال فهذه يريد جميع المؤسسات التربوية وكذلك أهالي المطر أن يستفيدوا من الخدمات اللي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعلمت مهارات جديدة ساعدتني أن أسوي حق نفسي مصدر داخل جديد وأن الإنسان لازم يستفيد من وقته وتعرفت على نفس اهتماماتي وأشكرهم على هذا المعهد وعلى أنهم علمونا ودربونا وكل البناس استفادوا يعني استكمالا للدور الذي تلعبه الحكومة في تلمس احتياجات المواطنين جاء هذا الاجتماع الذي جمع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان بثلة من أهالي المحرق في المركز لمعرفة رغباتهم وما يمكن تقديمه من خدمات تنموية تلبي طموحاتهم المتعددة ولتقديم أفضل الخدمات بيسر وسهولة وبجودة عالية إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر